السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى اهله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله النهاردة اخونا عزاء اه هنتكلم عن فيديو جميل جدا وهي احلام لو ربنا سبحانه وتعالى انا عم عليك بوحدة منها او برؤية من اللي هنتكلم عنهم فاتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيغير لك حياتك قريب جدا طبعا احنا اه مقبلين على بداية عام جديد كل عام وانتم بخير اه ان شاء الله اه تكون مسلا بداية اه كويسة في حياتنا في حياة كل شخص ان هو حياته تتغير للافضل بازن الله طيب خلال الفترة اللي فاتت اللي هي العام اللي فات عشرين اربعة وعشرين اه في احلام ممكن ظهرت لاشخاص يعني في ناس ممكن شافت احلام في المنام هل ان الاحلام دي انتهت كده ولا اه ايه اللي بيحصل طبعا اخونا عزاء معروف ان انت لو شفت رؤية وعد عليك معدها انت بتكون في مرحلة الانتظار يعني انا شفت الرؤية النهاردة كل اللي بعد الرؤية دي مرحلة انتظار لتحقيق الرؤية باذن الله سواء يوم او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين الله اعلى واعلم امتى تحقيق الرؤية ولكن اخوانا عزاء اه اذا كان شفنا رؤية وعد عليها يوم او يومين ولسه ما تحققتش او سنة او الكلام ده احنا في مرحلة انتظار تحقيق الرؤية فاللي عاوزين نقول اخوانا عزاء ان في احلام ان شاء الله هنتكلم عنها الاحلام دي لو شفتها او ربنا انا عم عليك بواحدة منها فاستبشر خير واعرف ان انت مقبل على تغيير مهم قادم فحياتك بازن الله التغيير ده بيكون للافضل هنتعرف اخوانا عزاء عن الاحلام دي بالتفاصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احب ان لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك ليصلكم جميع في ديهاتنا باستمرار اول رؤية اخوانا عزاء من الرؤية الجميلة اللي هي لو شفتها خلال العام ده ان شاء الله تستبشر ان انت مقبل على خير رؤية العسل في المنابل رؤية جميلة جدا ومبشرة جدا بالاخبار الصارة والرزق الواسع الحلال باذن الله رؤية التانية اخوانا عزاء رؤية الطريق المستقيم رؤية جميلة جدا انك تلاقي نفسك ماشي في طريق مستقيم دي حاجة كويسة جدا تستبشر بها رؤية النور النور رؤية جميلة جدا مبشرة جدا ان شاء الله بتحقيق امنيات وبفرج بعد كرب نستبشر بها برضو لو شفناها وعدت عليها ايام او شهور نعرف ان احنا في مرحلة انتظار التحقيق بازن الله نعرف ان احنا نقبلين على تحقيقها ايا كان الوقت الله اعلى واعلم ولكن نستبشر بها خير برضو رؤية الرابعة برضو رؤية جميلة جدا ونقدر نقول عليها ان هي بشارة بالزواج للناس اللي هم لسه ما زوجوش خاصة النساء رؤية الخيل الحصان او ركوب الحصان في المنام رؤية جميلة جدا ومبشرة جدا ان شاء الله بالزوج الصالح ان ربنا هيرزقك بزوج صالح عن قريب جدا ان شاء الله لو ربنا كرمك وشفت الرؤية ديت في فترة بين فترات يبقى تستبشر خير بما هو قادم ان شاء الله اه كمان برضو من الرؤى اللي هي جميلة جدا خياطة الملابس ان الملابس نشوف ان احنا بنخيطها او بنجهازها في المنام او ان هي كانت متقطعة وبنخيطها يعني حاجة مثلا ما سنصلح دي الرؤية برضو جميلة جدا تشير الى قدوم خير وقدوم رزق وقدوم تحقيق وامنيات بازن الله برضو من الرؤى الكويسة الرؤى اللي هي نستبشر بها شرب المياه في المنام لما نلاقي نفسنا ان احنا بنشرب مياه في المنام نعرف ان احنا مقبلين على خير كبير جدا بازن الله كمان برضو رؤية الوضوء او الاغتسال رؤية جميلة جدا معناتها ان احنا بنستعد لخير احنا بنتوضع عشان نستعد للصلاة بنلاقي نفسنا ان احنا بنتوضع في المنام بتدل على ان احنا بنستعد الامر فيه خير ان شاء الله امر كويس كذلك الاغتسال بيرمز الى زوال الهموم يعني لو الشخص عنده كرب او هم وشاف انه هو بيتوضع او شاف ان هو اغتسل في المنام يستبشر خير بما هو قادم ان شاء الله ويعرف ان هو مقبل على زوال الهموم والمشاكل اللي عنده بازن الله في فترة من الفترات القادمة بازن الله اه برضو رؤية جميلة برضو اللي هي اه اللي بتدل على التفوق وبتدل على تحقيق الاهداف اه صعود الجبل في المنام اه صعود سلم مسلا درج سلم او صعود للسماء في المنام تلات اشياء كده ممكن تشوفهم اه يعتبر باشكال كتيرة جدا ممكن يقولك او يقولك فطبعا دولا بيدلوا على ايه بيدلوا على التفوق في ما هو قادم ان شاء الله والله اعلى واعلم طبعا اه الغيب لا يعلمه الا الله عشان الناس اللي بتتكلم كتير الغيب لا يعلمه الا الله تفسير الاحلام اجتهادي حاجات اجتهادية فقط احنا ما بنعرفش حاجة احنا بنجتهد فقط ما فيش نص ثابت ان احنا نقول اه شفنا كزا يبقى كزا لا هو اجتهاد بس فطبعا لعيت نفسك ان انت بتصعد جبل او بتطلع درج سلم او بتصعد للسماء مسلا ده بيرمز الى انك عندك اهداف باذن الله الاهداف دي هتقدر تحققها في الايام القادمة ايا كان انت الله اعلى واعلم زي ما قلنا اخوانا عزائي اه كمان برضو من الرؤى الجميلة اللي نستبشر بيها وتعتبر من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الواحد لو شاف رؤية منها رؤية الانبياء خاصة ان اخوانا عزائي السيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اه شفنا الرؤية في المنام نستبشر بالخروج من اي هم ومن اي قربك اذن الله اه الناس اللي هي بتشوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام دي من اعظم الرؤى ومن اعظم اه البشرات اخوانا عزائي يبقى كل ما هو قادم بعد الرؤية ديت نعرف ان احنا مقبلين على امور خير نعرف ان احنا مقبلين على امور خير باذن الله اه برضو اتكلمنا في فيديوهات كتيرة جدا وقلنا ان المطر يدل على الغوث والفرج باذن الله اي شخص مكروب اي شخص محموم اي شخص مصاب بمرض اعزاكم الله او حاجة من الحاجات دي مشاف ان هو اه تحت مطر مسلا او المطر بينزل ده بيرمز الى اه الخير بيرمز الى الرزق بيرمز الى انتهاء المرض بيرمز الى انتهاء الكرب خاصة ان اخوانا عزائي لما نكون بندعي تحت المطر او نكون اه بنشرب من مياه المطر في الرؤية فدي حاجات جميلة جدا ممكن تشوفها بكذا شكل وكذا صيغة يعني حسب الناس مفيش حد بيشوف حاجة سابتة كله بيشوف حاجات مختلفة عن الاخر طبعا اللي بيتحكم في الرؤى البيئة اللي الواحد بيعيشها برضو بتتحكم في الرؤى اللي بيشوفها كمان برضو من الامور اللي هي تعتبر بشرات جميلة جدا بتحقيق اهداف قادمة بازن الله رؤية الهروب من من المشاكل او الهروب من شخص في المنام او النجاح من النار او النجاح مسلا من ارض متسخة او مياه متسخة او ارض مسلا فيها حفر اي شكل من اشكال الرؤى دي يرمز الى انك فيما هو قادم كان عندك مشكلة كان عندك كان عندك مرض عزاكم الله بتقدر تتخطى الحاجات دي بتقدر تتخطى المشاكل اللي عندك فاللي عليك ان انت في الايام القادمة تركز وتعرف ان انت هتتخلص من الحاجات دي وكل العقابات اللي قدامك هتتخلص منها ولكن اه ما ننساش ان احنا كله في الاول في الاخر بايد ربنا سبحانه وتعالى وكله بدرجة قربك لربنا سبحانه وتعالى يعني كل ما تتقرب لربنا سبحانه وتعالى اكثر بالدعاء وبالاستغفار اه ربنا هيرفع عنك الهم وهيزول عنك الهم بازن الله اه من خلال انك بتدعي طبعا الدعاء معروف اه يرد القدر ممكن تدعي انت بدعاء على طول ان انت ربنا ينجيك من الهم وكده ويبقى جايل لك قدر ربنا بيرفعه عنك بسبب الدعاء وطبعا دي عبادة جميلة جدا اه محدش ينساها اتمنى ان الفيديو تكون عاجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فضياتنا باستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحبي فالصرا ممكن اكتبه لنا في التعليقات وان شاء الله هرد عليه في اسرع وقت شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته